السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلم في اللغة العربية مرحبا بكم درسنا لهذا اليوم سيكون التقويم شجرة التفاح سنقوم بالإجابة على أسئلة هذا النص الفهم القراءي السؤال الأول أصل بخط بين الكلمة ومعنها بحسب سياق النص أشدب بمعنى أقطع متجاهم بمعنى عبوس أعتني بمعنى أهتم السؤال الثاني أشطب خانة الشخصية التي لم تذكر في النص الشخصية التي لم تذكر في النص الأم ابن الجيران السؤال الثالث ألون الإختيار المناسب إن زعج الولد بسبب الأغصان المكسرة السؤال الرابع أصل بخط بين دافعت صفاء عن نفسها قائلة والتعلم أنني أعتني بها دافع براء عن نفسه قائلا لم أدخل الحديقة منذ أسبوع السؤال الخامس أضع علامة في خانة الإختيار الخاطئ يؤدي تكسير أغصان الشجرة إلى فقدان الشجرة لجمالها السؤال السؤال السادس أضع عنوان آخر للنص عنوان آخر للنص من كسر الأغصان الفعل الشنيع الظواهر اللغوية السؤال الأول أضبط بالشكل ما كتب باللون الأزرق في النص كنت متجها شتلة حفرة صارت الشجرة متمرة تتهمني الفاعلة لن أسامح الذي السؤال الثاني أحاول كل اسم نكرة فيما يأتي إلى معرف بأل أو بالإضافة خرجت إلى حديقة خرجت إلى حديقة الحي اقتلعنا أعشابا اقتلعنا الأعشابا السؤال الثالث أضع الضمير المنفصل مكان النقط أنت من كسر أغصان الشجرة أنتم الذين اعتنيتم بالحديقة السؤال الرابع أركب أربع جمل يتضمن كل منها الأسماء الموصولة الأتية اللدان التي وصل الطفلان اللذان فاز بالمسابقة شكرت شكرت الفلاحين أخر حرفيا الناسخ الفعلي كنت صار الناسخ الحرفي لكن لا 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 لا